أشغال حجارة اليشب تعود أشغال حجارة اليشب في الصين إلى أكثر من ستة آلاف عام المرادف الصيني لحجارة اليشب هو ويعني هذا المصطلح الحجارة الصلبة المتنوعة التي تكون شفافة أو شبه شفافة النوعين الرئيسيين منها هي النفريت الذي يوجد في عدة أماكن حول العالم والجديت في الصيني توجد أفضل أنواع النفريت في مجاري الأنهار بالقرب من منطقة خوتان في منطقة شانجيانج بينما تم استيراد الجديت من بورما في بداية من القرن الثامن عشر حجارة اليشب صلبة جداً لذلك ليس من السهل نحتها قام الفنانون بتشكيل حجارة اليشب في الماضي عن طريق بردها بأدوات مختلفة بالإضافة إلى الرمل والماء تتضمن عملية تشكيل الحجارة ثلاثة مراحل وهي قطع الشكل العام لها ثم بردها للحصول على التفاصيل ثم تلميع السطح يدعى هذا الشخص يون سانج ليون وهو فنان تشكيل اليشب ويعيش في منطقة شلالات نياغرا في كندا عامل السيد ليون كفنان طباعة في هونغ كونغ وقام بأشغال حجارة اليشب هناك لسنوات طويلة إنه يشرح الطريق القديم لاستخدام القوس والمثقب اليدوي لصناعة أيقون التعويذة أما في العصر الحالي يستخدم الفنانون أدوات تعمل بالكهرباء مثل مثقاب الأسنان ريش الثقب مغطات بحبيبات الماس يوضح السيد ليونغ طريقة العمل على حجارة اليشب باستخدام الطريق الحديثة ومع ذلك يصنع شكلا قديما أيقونة حشرة الزيز المعروضة في أحد مجموعات المتحف والتي يبلغ عمرها ألفين عام ترتبط بمفهوم البعث أو الأحياء تعيش حشرات الزيزي تحت الأرض لسنوات طويلة وفي المراحل الأخيرة من حياتها تظهر على سطح الأرض وفي الصين القديمة كان يتم وضع أيقونة حشرة الزيزي كهذه على قبر الشخص المتوفي كطريقة للحفاظ على الطاقة الحيوية لجسده وبالاستناد إلى مقولة صينية قديمة الذهب ثمين لكن حجارة اليشب لا تقدر بثمن ورد في كتاب الطقوس الذي تمت كتابته قبل ثلاثمائة عام إذا فكر الحاكم في طقوس الدولة تظهر حجارة اليشب البيضاء في الوادي وقال كون فوشيوس إن الحكماء شبهوا حجارة اليشب بالفضائل لا يزال الصينيون يقدرون قيمة حجارة اليشب ينتج الحرفيون أشكالاً قديمة وحديثة باستخدام التكنولوجيا الحديثة أشغال حجارة اليشب هي أقدم التقاليد الفنية في العالم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر